ايام والقائم ترفل ضلت ايام والمهدي صفح ايام من تظر الإنسانية تبدى الثورة بديار الشام بديار الشام بديار ضلت ايام والقائم ضلت ايام والمهدي صفح ايام ضلت ايام والقائم بديار الشام بديار الشام بديار الشام ضلت ايام والقائم والقائم التي صفح قائمบ الدرام والقائم من تظر الإنسانية تبدى الثورة يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على المنتظرين والمنتظرات يترى مع كل آن من الآنات إمام زماني بحق أجدادك وأبيك أعني أعني بفهم سليم يقربني يقربني إليك ويرضيك وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك الأمان الأمان يا صاحب الزمان الحلقة الخامسة بعد العاشرة فاصل ونعود ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا 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 هذه هي الحلقة الخامسة بعد العاشرة من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان ولا زال الحديث متواصلا تحت نفس العنوان حديث الولادة ولادة ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وكما مر الحديث في الحلقات المتقدمة فإن النمط المتبع في هذا البرنامج هو نمط الشاشات المتعددة بالإجمال بالإجمال أقول عدد الشاشات التي ستفتح في هذا البرنامج لأجل أن نستخلص منها صورة كلية كاملة مع التفاصيل عدد شاشات يصل إلى تسع شاشات ثلاثة منها شاشات أولية أصلية وثلاثة منها شاشات ثانوية تأتي تبعا للشاشات الأولية الأصلية وثلاث من الشاشات أيضا هي شاشات ملحقة الشاشات الملحقة الشاشات بالشاشات الأولية وثانوية فإذا ما كملت تسع شاشات حينئذ نستطيع أن نستخلص صورة كاملة كلية مع التفاصيل وسيكون الحكم لكل من يتابع يتابع ما يعرض في هذه الشاشات لازلت في الشاشة الثالثة وهي الشاشة الأخيرة من مجموعة الشاشات الأولية الأصلية تقدم الحديث في شاشة القرآن أولا وفي شاشة العترة ثانيا وها نحن في شاشة الأسرة ثالثة في شاشة الأسرة والتي لازلت أتحدث في إطارها وفي أجوائها فقد عرضت صورتين الصورة الأولى عرضت فيها وثيقة السيدة نرجس وهي وثيقة الزواج الصورة الثانية عرضت فيها وثيقة وثيقة السيدة حكيمة وهي وثيقة القابلة وبعبارة واضحة هي وثيقة الولادة وثيقة الولادة المهدوية هناك وثيقة ثالثة وهي وثيقة سعد الأشعري القمي إنها وثيقة الإمامة والحجة الصورة الثالثة سأعرض فيها هذه الوثيقة وكل الوثائق هذه إنما قرأتها وأقرأها عليكم من كتابي كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق رحمة الله عليه المتوفى سنة ثلاثمية واحد وثمانين للهجرة مع ملاحظة أن وفاة السفير الرابع الذي هو آخر سفير من السفراء الخاصين في الغيبة الصغرى توفي سنة ثلاثمية وتسعة وعشرين للهجرة إذن نحن مع الوثيقة الثالثة وثيقة سعد الأشعري القمي وهو من وجوه القميين وشخصياتهم المعروفة إنني أقرأ عليكم من كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة أربعمية وواحد وثمانين الحديث الحادي والعشرون من الباب المعنون ذكر من شاهد القائمة ورآه وكلمه هذا هو الحديث الحادي والعشرون من أحاديث هذا الباب رواه الشيخ الصدوق بسنده إلى أن قال حدثنا محمد ابن بحر ابن سهل الشيباني قال حدثنا أحمد بن مسرور عن سعد بن عبد الله القموي وهو الأشعري هو سعد الأشعري القموي الرواية طويلة ولا أريد أن أقرأها بالكامل عليكم يمكنكم أن تراجعوا الرواية لكنني سأقرأ لكم سطورا منها سأعرض بين أيديكم لقطات من هذه الرواية الطويلة المفصلة فهذه الوثيقة ليست بأهمية الوثيقة الأولى والثانية الوثيقة الأولى وثيقة السيدة نرجس هي وثيقة الزواج والوثيقة الثانية التي عرضت في هذا البرنامج في الشاشة الثالثة وثيقة السيدة حكيمة وهي وثيقة الولادة أما هذه الوثيقة وهي الوثيقة الثالثة وثيقة سعد الأشعري إنها وثيقة الإمامة والحجة فسعد الأشعري التقى إمام زماننا في سامراء في حياة أبيه وسأله أسئلة وأخذ وأخذ جوابها من الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وهذه الوثيقة تُنبئ عن ولادته أولا وعن إمامته وحجيته ثانيا وعن لقاء الشيعة به ثالثا في زمان أبيه أنا هنا لست بصدد الحديث عن الشيعة الذين التقوا الإمامة في حياة إمامنا العسكري لكن هذه الوثيقة تُنبئ عن هذه المعاني تُنبئ عن ولادته وعن وجوده وتُنبئ عن إمامته وحجيته وعن علمه وتُنبئ عن اللقيا الشيعة له في حياة أبيه إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه هذه الوثيقة أيضا كأخواتها السابقات هي أيضا يضعفها مراجعنا وفقهاؤنا الأجلاء لأنهم قد أشبعوا بفكر ناصبي أصيل لا أبالي بمبررات مراجعنا وفقهائنا التي هي في غاية السخف والهزال بالنسبة لي على الأقل لذا لا أعبأ بأقوالهم الوثيقة دالة على نفسها بنفسها أجوبة إمام زماننا دالة على نفسها بنفسها وحينما تكتمل الصور تتضح الحقيقة جلية بينه وحينما مثل ما تم الكلام في الشاشة الأولى وفي الشاشة الثانية سيتم الكلام في الشاشة الثالثة ولكن بقيت عندنا صور سيتم عرضها في حلقة يوم غد والتي بعدها وهكذا يستمر عرض الصور وفتح الشاشات فبعد أن أكمل الحديث في الشاشات الثلاثة الأولى وهي الشاشات الأولية الأصلية سأفتح الشاشات الثلاثة الثانية وهي الشاشات الثانوية التابعة في مضامينها ومداليلها للشاشات المتقدمة عليها وبعد ذلك أعرج على فتح الشاشات الثلاثة الملحقة فيكتمل عندنا العدد تسع شاشات وحينئذ يكون بإمكاننا أن نستل وأن نستخرج الصورة النهائية مع التفاصيل نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة واعرضوا ما اراه مهما اذا اردتم ان تطلعوا على كل الوثيقة بامكانكم ان تعودوا الى المصدر سعد الاشعري القمي بعد ان يتحدث عن نقاشاته المستمرة مع مخالفي اهل البيت وعن متابعته للمطالب العلمية المختلفة تولدت عنده اسئلة صفحة اربعمية وثلاثة وثمانين يقول وكنت قد اتخذت طمارا المراد من الطمار الورقة الصفحة الطويلة قد تصنع من الجلد تصنع من الورق القديم الذي كان يصنع في ذلك الزمان في زمن سعد الاشعري او من القماش الطمار ورقة يكتب عليها تكون طويلة وتلف وكنت قد اتخذت طمارا واثبتت فيه نيفا واربعين يقال نيفا ويقال نيف ايضا وكنت قد اتخذت طمارا واثبتت فيه نيفا واربعين نيفا واربعين مسألة من صعاب المسائل لم اجد لها مجيبا على ان اسأل عنها يعني هو كتبها لاجل ان يسأل من على ان اسأل عنها خبير اهل بلدي هو من قم خبير اهل بلدي يعني عالم اهل قم الذي اعود الي مع ان سعد هذا هو ايضا من اهل العلم ولكنه يتحدث عن شخص اخر هذا الشخص اكثر خبرة اكثر علما وكنت وكنت قد اتخذت طمارا واثبتت فيه نيفا واربعين مسألة من صعاب المسائل لم اجد لها مجيبا على ان اسأل عنها خبير اهل بلدي من هو احمد بن اسحاق هذا هو خبير اهل قم من خواص اصحاب امامنا الحسن العسكري وممن كان يطلعه امامنا الحسن العسكري على اسرار الولادة المهدوية على ان اسأل عنها خبير اهل بلدي احمد بن اسحاق صاحب مولانا ابي محمد امامنا العسكري صلوات الله عليه فارتحلت خلفه وقد كان خرج قاصدا نحو مولانا بسر من رأى فلحقته في بعض المنازل منازل يعني منازل الطريق يعني مواضع الاستراحة حينما ينزلون للاستراحة كما يقال في ايامنا هذه محطات الاستراحة في الطرق الطويلة الخارجية وقد كان خرج قاصدا نحو مولانا بسر من رأى فلحقته في بعض المنازل فلما تصافحنا قال بخير لحاقك بي ان شاء الله يكون خيرا لماذا لحقت بي بخير لحاقك بي قلت الشوق انني مشتاق اليك ثم العادة في الاسئلة قال قد تكافينا على هذه الخطة الواحدة تكافينا يعني اننا على نفس الهدف فانني مشتاق اليك وانا كذلك متجه الى سامر راء لانني احمل اسئلة ايضا قال قد تكافينا على هذه الخطة الواحدة فقد برح بي القرم الى لقاء مولانا ابي محمد فلربما ايضا كان مقصود سعد الشوق كان مقصوده الشوق الشوق الى ال امام العسكري او هو الشوق الى احمد ابن اسحاق باعتبار انه كان قد كتب الاسئلة كي يسأل احمد ابن اسحاق ويبدو لم يكن في نيته ان يقصد سام الراء وانما اراد ان يدركه في بعض الطريق ويطرح عليه الاسئلة فماذا يقول احمد ابن اسحاق فقد برح بيا القرم برح اشتد والقرم في لغة العرب اصلا هو الشوق والرغبة الشديدة في تناول اللحم لمن لم يكن قد اكل لحما لفترة طويلة انسان لم يكن قد تناول اللحم بجميع انواعه واشكاله لفترة طويلة واشتدت الشهوة عنده لتناول اللحم واشتدت الرغبة عنده هذه الرغبة والشهوة الشديدة لتناول اللحم يقال لها القرم فلان اصابه القرم اي اشتدت شهوته ورغبته لأكل اللحم فقد برح بي القرم هذه تعابير تعابير مجازية فهو هنا يستعمل هذا التعبير المجازي يخبر عن شدة شوقه للإمام الحسن العسكري فقد برح بي القرم اشتد بي الشوق إلى لقاء مولانا أبي محمد وأنا أريد أن أسأله هو أحمد بن إسحاق عن معاضل معضلات عن معاضل في التأويل ومشاكل في التنزيل فدونكها الصحبة المباركة فاصطحبني فلنذهب معا فإنني قاصد إلى سامر إنني مشتاق للقيا إمامي وأحمل معي أسئلة معقدة فصاحبني وتعال معي إلى سامر فدونكها الصحبة المباركة فإنها تقف بك على ضفة بحر لا تكتفي بإجاباتي فتعال معي إلى زيارة إمامك فإنها هذه الصحبة المباركة تقف بك على ضفة بحر يشير إلى الإمام لا تنقضي عجائبه ولا تفنى غرائبه وهو إمامنا فوردنا سر من رأى فجاء معه سعد الأشعري جاء مع أحمد ابن إسحاق إلى سامر إلى زيارة الإمام الحسن العسكري فوردنا سر من رأى فانتهينا منها إلى باب سيدنا فاستأذن فخرج فخرج علينا الآذن بالدخول عليه هناك تفاصيل كثيرة تحدث عنها سعد عبد الله الحكاية طويلة والوثيقة مفصلة وقصة سعد بن عبد الله الأشعري القمي تحتاج إلى وقت طويل لقراءتها ولذا فإنني سأقتطف لكم من هنا شيئا ومن هناك شيئا كي أقرب المضمون العام الإجمالي لهذه الوثيقة ومن أراد منكم أن يطلع على كل تفاصيلها فليعد إلى المصدر فالرواية هذه مصدرها الأصل هو هذا الكتاب كمال الدين وتمام النعمة ولكنها منتشرة في كتب الحديث التي تتناول موضوع من التقى الإمام الحجة ابن الحسن العسكري من التقاه في زمان أبيه صفحة 487 من جملة الأسئلة فسعد الأشعر يسأل الإمام الحج لأن الإمام الحسن العسكري هو الذي أمره أن يعرض أسئلته وأن يأخذ الأجوبة من ولده من ولده القائم من آل محمد وبدأ سعد يعرض الأسئلة ويستلم الأجوبة من إمام زماننا إلى أن وصل إلى هذا السؤال قلت فأخبرني يا ابن رسول الله عن أمر الله لنبيه موسى عليه السلام فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى فإن فقهاء الفريقين المراد من الفريقين من الشيعة والسنة فإن فقهاء الفريقين يزعمون أنها كانت من إهاب الميتة إهاب يعني جلد مع ملاحظة توجد عندنا روايات ولكن هذه الروايات جاءت باللسان التقية عندنا عندنا بعض الأحاديث في كتبنا من أن نعلي النبي موسى كان كانا مصنوعين من جلد حمار ميت ولكن هذا المعنى وهذا المضمون الذي ورد في بعض الأحاديث في كتبنا الحديثية هو بلسان التقية ونحن عندنا روايات وأحاديث كثيرة بلسان التقية تأتي موافقة لما عليه المخالفون المشكلة أن الفقهاء وأن العلماء في الوسط الشيعي يتمسكون بمثل هذه الروايات لأنها توافق المخالفي يستأنسون بما يوافق المخالفي أنا لا أتحدث عن الجميع ولا أتحدث عن جميع الحالات قطعا ولكن الكلام واضح هذا هو حديث سعد الأشعر القموي فإن فقهاء الفريقين يزعمون أنها كانت من إهاب الميتة والإهاب هو الجلد فقال عليه السلام إمام زماننا وهو في صغره من قال ذلك فقد افترى على موسى واستجهله في نبوته فكيف يكون نبي جاهلا لأنه ما خل الأمر فيها من خطئتين إما أن تكون صلاة موسى فيهما جائزة أو غير جائزة فإن كانت صلاته جائزة جاز له لبسهما في تلك البقعة في الوادي المقدس وإن كانت مقدسة مطهرة فليست بأقدس وأطهر من الصلاة وإن كانت صلاته غير جائزة فيها فقد أوجب على موسى أنه لم يعرف الحلال من الحرام وما علم ما تجوز فيه الصلاة وما لم تجوز وهذا كفر قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما التأويل يعني عن المعنى الحقيقي وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما قال إن موسى ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عم من سواك وكان موسى وكان شديد الحب لأهله فقال الله تعالى اخلعن عليك أينزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لي خالصة وقلبك من الميل إلى من سوايا مغسولة قطعا الباري سبحانه وتعالى لا يريد من موسى ولا من غير موسى النبي أن لا يحب أهله ولكن حب الله وحب أوليائه شيء وحب الأهل والأسرة شيء آخر وحب الدنيا شيء وأتحدث عن الحب الجائز والصحيح للدنيا لأننا لا نستطيع أن نعيش في الدنيا من دون أن نحبها لا يمكن ذلك نحن مجبولون على حب الدنيا نحن أبناء الدنيا لكن لا بد أن يكون حب الدنيا منضبطا في إطار ما يريده منا إمامنا صلوات الله وسلامه عليه أقرأ ما جاء في هذه الكلمات وهي كلمات تنبئ عن أنها صدرت من منابع الحكمة ومن منابع الحقيقة والعلم قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما قال إن موسى ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عم من سواك وكان موسى وكان شديد الحب لأهله فقال الله تعالى أخلعنا عليك أينزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لي خالصا وقلبك من الميل إلى من سوايا مغسولة أنا لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه العبائر ولكن أقرأ عليكم هذه الرواية وهذا كتاب الخصال أيضا لشيخنا الصدوق مثلما هذا كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق هذا أيضا كتاب الخصال لشيخنا الصدوق طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة ستمية أو ستين وهذه الرواية معنونة بهذا العنوان عرج النبي إلى السماء مئة وعشرين مرة الرواية عن صباح المزني عن إمامنا الصادق قال عرج النبي صلى الله عليه وآله وآله مئة وعشرين مرة معارج النبي ومعارج المعصومين معارج محمد وآل محمد لا تعد ولا تحصى الرواية الرواية ومعارج محمد وآل محمد ومعارج 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 نزولا إلى محمد وآل محمد الروايات تحدثت عن هذه المعاني وعن هذه المضامين كثيرا وكثيرا جدا أعود إلى الرواية عن إمامنا الصادق عرج النبي صلى الله عليه وآله مئة وعشرين مرة عروج وعروج النبي لا يقف عند موطن معين في السماء مثل ما عرج الأنبياء سابقا معارج النبي تتجاوز العرش وما بعد العرش عرج النبي مئة وعشرين مرة ما من مرة إلا وقد أوصى الله عز وجل فيها النبي بالولاية لعلي والأئمة أكثر مما أوصاه بالفرائض الفرائض يعني الواجبات مطلقا وفي أولها فرائض الصلاة الفرائض الواجبات مطلقا وفي أولها العنوان الأول فرائض الصلاة ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه عرج النبي صلى الله عليه وآله مئة وعشرين مرة ما من مرة إلا وقد أوصى الله عز وجل فيها النبي بالولاية لعلي والأئمة أكثر مما أوصاه بالفرائض والولاية لعلي والأئمة من آله مفتاحها المودة والحب فموسى في ميقاته الأرض في الوادي المقدس وفي أحاديثنا الوادي المقدس النجف الأشرف وكربلا فهي أرض مترابطة متلاسقة الوادي المقدس النجف الأشرف فموسى في ميقاته الأرض سبحانه وتعالى يأمره أن يخلع عن عليه أن يصفي قلبه من حب أهله أن يصفي قلبه من حب أهله لا يعني أنه لا يحب أهل وإنما وإنما يوضع كل شيء في موضعه فحب الأهل شيء وحب الله شيء وحب الله هو حب محمد وآل وآل محمد أمر مثل هذا وإنما هذا الأمر يمر عبره إلينا فمحمد هو علي وعلي هو محمد ولا يؤمر الإنسان بأن يحب نفسه وذاته لأن المخلوق البشر وغير البشر مجبول على حب ذاته ما من شيء إلا وهو يسبح وهذا التسبيح عنوان لحب ذاته فكل كائن يسبح الله هذا التسبيح عنوان لحب الله الذي يتفرع عن حب ذاته لأنه يحب ذاته فهو يحب الله فهو يتكامل بحب الله ويتكامل بالتسبيح فلأنه يحب ذاته فهو يحب تكامل ذاته فالتسبيح عنوان لحب الكائن لذاته لا أريد أن أسهب كثيرا في مثل هذه المضامين نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة يتم امام زماننا صلوات الله عليه الاجابة على سؤال سعدن الاشعري فيما يرتبط بميقات موسى في الوادي المقدس مباشرة يسأل سعدن الاشعري امام زماننا عن معنى كاف ها يا عينصات صفحة 488 ولازلت في اجواء رواية سعد بن عبد الله الاشعري القمي رضوان الله تعالى عليه قلت سعدن يقول بعد ان اكمل امام زماننا جوابه جوابه فيما يرتبط بميقات موسى وما يرتبط بامر الله له ان يخلع نعليه قلت فاخبرني يا ابن رسول الله عن تأويل كاف ها يا عينصات فماذا قال امام زماننا الذين يتابعون برامجي مرات عديدة اشير الى هذه القضية وكيف ان الشيخ الوائلي رحمة الله عليه يستهزئ بكلام امام زماننا ويقول من ان هذا التفسير هو من عجوز مخرفة وسنعرض كلامه سنتناول هذه التفاصيل حينما نصل الى الشاشة السابعة والتي عنوانها شاشة ابليس قطعا الشيخ الوائلي هو لا يعتقد من ان هذا الكلام قد صدر من الامام الحجة باعتبار ان سيد الخوئي يضعف هذه الرواية ويقول هذه الرواية ضعيفة وضعيفة جدا وانا هنا لا ابالي لا بالذي قاله الوائلي ولا بالذي قاله الخوئي معتمدا على كلام النجاشي ولا ابالي بما قاله النجاشي لماذا؟ لأن النجاشي بحسب موازين الأئمة هو شيعي سافل بل منحط سافل متسافل وحينما نتحدث عن النجاشي سآتيكم بالروايات التي تعطينا قاعدة في تقييم الناس فهذه الروايات إذا ما طبقناها على النجاشي فإنه سيكون بشكل صريح وواضح وقطعي سيكون سافلا 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 متسافلا في غاية الانحطاط والسفالة بحسب روايات المعصومين سأعرضها بين أيديكم في الحلقات القادمة ربما في حلقة يوم غد أو الحلقات الأخرى بحسب ما يقتضيه المقام على أي حال أعود إلى رواية سعد بن عبد الله الأشعري تذكروا من أن النجاشي السافل هو الذي ضعف هذه الرواية والسيد الخوئي تبعه والوائلي تبع الخوئي أنا لا أدري الذي يأخذ عن السافل ما هو من هو هذه القضية أنتم حددوها هل هو أفضل منه هل هو مماثل له هل هو دونه الذي ينتفع من السافل وبالمناسبة الرسائل العملية التي يعمل بها الشيعة أساسها أقوال النجاشي والعقائد التي تطرح في البرامج التلفزيونية وعلى المنابر الحسيني أساسها تقييم تقييم النجاشي لحديث أهل البيت والمراجع يرفضون أحاديث أهل البيت بسبب تقييم النجاشي الذي الذي هو سافل سافل لكم لكم ذلك هذه ليست مبالغة سأثبت لكم من أنه سافل حتى ينقطع النفس بحسب أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هنيئا للشيعة أن يقيم أحاديث أهل البيت بتقييم هذا السافل هو شيعي هو من علماء الشيعة ولكنه سافل بحسب موازين أهل البيت فماذا نصنع مراجعنا يقدسون هذا الرجل ويجلونه الأئمة يقولون عنه سافل والمراجع يقدسونه ويجلونه هم أحرار ونحن أحرار فيما نعتقد وفيما نتمسك به من موازين أهل البيت أعود إلى رواية سعد بن عبد الله الأشعري القموي قلت فأخبرني يا ابن رسول الله عن تأويل كاف ها يا عين صاد قال هذه الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عليها عبده زكريا ثم قصها على محمد صلى الله عليه وآله قصها على محمد أي ذكرها في سورة مريم وذلك أن زكريا سأل ربه أن يعلمه أسماء الخمسة فأهبط عليه جبرئيل فعلمه إياها وهذا لسان الرمز وإلا زكريا يعرف الأسماء كلها يعرف الأسماء الخمسة وما بعد الأسماء الخمسة ما بعث نبي من الأنبياء إلا بنبوة وبولاية علي والأئمة هذه هي القاعدة وذلك أن زكريا سأل ربه أن يعلمه أسماء الخمسة فأهبط عليه جبرئيل فعلمه إياها فكان زكريا إذا ذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين سري عنه همه في بعض النسخ كلمة الحسين محذوفة ولكنني سأقرأ ما هو موجود بين يدي بحسب هذه النسخة المحققة فكان زكريا إذا ذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين سري سري عنه همه أزيل وانجلا كربه وإذا ذكر الحسين إذا ذكر الحسين وحده من دون ذكره مع الأسماء الباقية وإذا ذكر الحسين خنقته العبرة ووقعت عليه البهرة البهرة هي حالة تعتري الإنسان بسبب صدمة نفسية تواجهه بسبب ألم شديد يعتري فتؤدي به إلى تتابع أنفاسه وإلى صعوبة في التنفس هي هذه البهرة وإذا ذكر الحسين خنقته العبرة ووقعت عليه البهرة فقال ذات يوم يا إلهي ما بالي إذا ذكرت أربعا منهم تسليت بأسمائهم من همومي وهذا ينسجم مع النسخة التي أشرت إليها من أن اسم الحسين كان محذوفا من تلك النسخة غير هذه النسخة التي بين يدي فقال ذات يوم يا إلهي ما بالي إذا ذكرت أربعا منهم تسليت بأسمائهم من همومي وإذا ذكرت الحسين تدمع عيني وتثور زفرتي فأنبأه الله تعالى عن قصته وقال كاف ها يا عين صاد كما قلت الرواية بلسان الرمز كل هذه التفاصيل بلسان الرمز فأنبأه الله تعالى عن قصته وقال كاف ها يا عين صاد فالكاف اسم كربلا هذا هو شرح وتفسير إمام زماننا لهذه الآية كاف ها يا عين صاد فالكاف اسم كربلا والهاء هلاك العترة والياء يزيد وهو ظالم الحسين والعين عطشه عطش الحسين والصاد صبره صبر الحسين فلما سمع ذلك زكريا لم يفارق مسجده ثلاثة أيام ومنع فيها الناس من الدخول عليه وأقبل على البكاء والنحيب وكانت ندبته إلهي أتفجع خير خلقك بولده إلهي خير خلقك يشير إلى محمد صلى الله عليه وآله إلهي أتفجع خير خلقك بولده إلهي أتنزل بلوى هذه الرزية بفنائه إلهي أتلبس علي وفاطمة ثياب هذه المصيبة إلهي أتحل كربة هذه الفجيعة بساحتهما ثم كان يقول اللهم ارزقني ولدا تقربه عيني على الكبر واجعله وارثا وصيا واجعل محله مني محل الحسين فإذا رزقتنيه فافتني بحبه فافتني بحبه اجعلني أحبه حبا شديدا ثم فجعني به كما تفجع أو تفجع محمدا حبيبك بولده فرزقه الله يحيا وفجعه به وكان حمل يحيا ستة أشهر وحمل الحسين كذلك وله قصة طويلة وله قصة طويلة هذا كلام إمام زماننا فالإمام أجاب إجابة مجزة هنا هذا هو حديث صاحب الأمر وهذا هو تفسير كاف ها يا عين صاد وهذا هو تفسير علاقة ذكر يحيا وذكر الحسين صلوات الله وسلامه عليهم جميعا أنا أقول أنتم أنتم يا أيها المنتظرون ويا أيها المنتظرات إما بسبب متابعتكم لبرامجي وإما بسبب ثقافتكم اطلاعكم على حديث أهل البيت هذا الذوق ذوق آل محمد تُعسن لهؤلاء العلماء والمراجع هؤلاء لا يتحسسون ولا يتذوقون ذوق آل محمد ما شأننا بهم فليتذوقوا ما يريدون أن يتذوقوه فلولا الأذواق لبارة السلع لو لم تكن هناك من أذواق سيئة لما ربحت تجارة السقيفة وأمثال تلك التجارة لا شأن لنا بالأذواق السيئة الفاسدة أنا أقول هذا المنطق وهذا الذوق وهذا اللحن وهذه المعاني ألا تأتي منسابة انسيابا شيعيا صافيا إنها تدخل إلى القلوب من دون استئذان فهي لا تحتاج إلى فهي لا تحتاج إلى استئذان كي تتوسط باحة قلوبنا هذا هو منطق محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وليذهب هؤلاء الخطباء المراجع الرجاليون وليذهبوا بأقوالهم وآرائهم إلى أي اتجاه يريدون أن يتجهوا إليه لاحظتم هذه السطور التي اقتطفتها لكم فيما يرتبط بميقات موسى وكيف أن الله أمره أن يخلعن عليه أو فيما يرتبط بمعنى كاف ها يا عين صاف ولو قرأت عليكم الرواية هذه على طولها من أولها إلى آخرها فإنكم ستشمون عطر إمام زمانكم ولكننا ماذا نصنع لهؤلاء العلماء الذين طمست أذواقهم وعميت بصائرهم بسبب ارتكاسهم في الفكر الناصبي إلى آذانهم من هنا ينشأ التشكيك في حديث آل محمد ومن هنا ينشأ التشكيك بعد ذلك عند الذين ينتفعون من تشكيك هؤلاء المراجع فيشككون في ولادة إمام زماننا أو ينكرون ولادته الشريفة بسبب بركات مراجعنا وعلمائنا الأجلاء وما أوجدوه في ساحة الثقافة الشعية من تشكيك في حديث العترة الطاهرة وفي حديث إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أكمل الحديث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من جملة ما ذكره سعد الأشعري وبشكل مختصر من دون تطويل فهو قد ذكر في بداية هذه الوثيقة من أنه دخل في نقاش مع بعض النواصب والمخالفين لأهل البيت وأشكل عليه إشكالا قال إنكم الشيعة تقولون من أن أبا بكر وعمر كان يسران النفاق فإني أسألك يا سعد أبو بكر وعمر حين أسلم أسلم طوعا أو كرها سعد الأشعري يقول أنا تحييرت في الإجابة فأحد الأسئلة التي حملها معه إلى سمراء هو هذا السؤال نفس السؤال الإمام الإمام أجابه بإجابة لا تخطر لا تخطر على بالي أحد ولكن وَلَمَّا السؤال السؤال وهذا الجواب لما لم تقل له بل أسلم طمعا طمعا أي شيء وَذَلِكَ وَذَلِكَ بِأَنَّهُمَا كَانَ كَانَ أَنَّ مُحَمَّدًا يُسَلَّطُ عَلَى الْعَرَبِ كَمَا كَانَ بُخْتْ نُصَّرَ سُلِّطَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلِ وَلَابُدَّ لَهُ مِنَ الظَّفَرِ بِالْعَرَبِ كَمَا ظَفَرَ بُخْتْ نُصَّر بِبَنِي إِسْرَائِيل غَيْرَ أَنَّهُ كَاذِب هذا قول اليهود غَيْرَ أَنَّهُ كَاذِب في دعواه أنه نبي فأتيا محمدا فساعداه على شهادة أن لا إله إلا الله وبايعاه طمعا في أن ينال كل واحد منهما من جهته ولا يتبلد إذا استقامت أموره واستتبت أحواله فلما آيسا من ذلك تلثما تلثما غطيا وجوههما تلثما وصعدا العقبة في مجيء النبي صلى الله عليه وآله من غزوة تبوك والقصة مفصلة لا أريد أن أتحدث عنها هنا مثل ما جاء في دعاء صنمي قريش وعقبة ارتقوها هي هذه العقبة ودباب دحرجوها الدباب التي دحرجوها هي أكياس من الجلد تملأ بالحجارة والصخور ألقوها بين أرجل ناقة النبي صلى الله عليه وآله الأمر مذكور في الروايات وفي كتب التاريخ وحتى في كتبهم في كتب المخالفين ذكر بشكل إجمالي ونسبوه إلى المنافقين لست بصدد التوغل في هذه القضية فأتى يا محمدا يعني الصديق والفاروق بعد أن سمع ما سمع من اليهود فساعداه على شهادة أن لا إله إلا الله وبايعاه طمعا في أن ينال كل واحد منهما من جهته ولاية بلد إذا استقامت أموره واستتبت أحواله فلما آيس من ذلك تلثم وصعد العقبة مع عدة من أمثالهما من المنافقين على أن يقتلوا فدفع الله تعالى كيدهم وردهم بغيظهم لم ينالوا خيرا إلى آخر ما جاء في كلام إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه تلاحظون هذه الأجوب أجوبة دقيقة جدا وهذه حقائق لم يعرفها أحد وإنما هذه الحقائق تجلت في هذه الرواية والرواية معالم الثقافة المحمدية العلوية تزخر بشكل واضح وجلي فيها يمكنكم أن تعودوا إلى هذه الرواية ويمكنكم أن تكتفوا بهذا الذي عرضته بين أيديكم فإنني اخترت من سطورها ما يمكن أن ينقل لكم صورة واضحة جلية كيف أن سعد الأشعري حمل الأسئلة إلى سامراء وكيف أن الإمام الحجة ابن الحسن العسكري قد أجابه على أسئلته والإجابات واضحة هذه المضامين وهذه المعاني لا تصدر إلا من منابع العلم والعصمة والطهارة إلا منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذوق واضح والكلمات واضحة والمعاني في غاية الدقة والعمق هذا هو كلام إمام زماننا ولتذهب أقوال الخطباء الكبار وأقوال المراجع الأجلاء إلى الجحيم لا شأن لنا به الزبدة من كل ذلك إمامنا مولود موجود شاهد أجاب على أسئلة سعد الأشعري بهذه الإجابات المميزة والدال على أنها صدرت من منابع العلم الحقيقي فهذه الوثيقة تصرح بشكل علني بولادة الإمام بوجوده بإمامته وعصمته بعلمه وحجيته ومن أن وجوه الشيعة كانوا يلتقونه في حياة أبيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى أبيه إلى هنا تم عرض الوثائق الثلاثة وكل وثيقة في صورة فنحن في إطار الشاشة الثالثة وهي الشاشة الأخيرة من بين الشاشات الأولية الأصلية عرضت فيها الصورة الأولى وثيقة السيدة نرجس وثيقة الزواج وعرضت فيها الصورة الثانية وثيقة السيدة حكيما وثيقة القابلة وثيقة الولادة المهدوية المباركة وعرضت في هذه اللحظات الوثيقة الثالثة وثيقة سعد الأشعر القموي التي تنبئنا مضامينها من أن هذا الكلام قد صدر من منبعه الأصلي من إمام زماننا الوثيقة تنبئنا عن ولادته الشريفة وعن بقائه وعن حياته وعن وجوده وعن لقيا وجهاء الشيعة له كل هذه المضامين واضحة وصريحة وثيقة الزواج وثيقة الولادة والتفاصيل ووثيقة ما بعد الولادة الوثيقة التي تنبئنا عن لقيا الشيعة له في زمن الإمام الحسن العسكري وعن علمه وعن إمامته وعن حجيته صلوات الله وسلامه عليه هذه الوثائق كلها نقلتها لكم من هذا الكتاب وهذا الكتاب كما كررت مرارا هو كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه المتوفى سنة ثلاثمية واحد وثمانين للهجرة ولذا سأفتح صورة رابعة تقدمت الصور الثلاثة وثيقة السيدة نرجس وثيقة السيدة حكيمة وثيقة سعد الأشعري الصورة الرابعة من صور الشاشة الثالثة تعريف بهذا الكتاب بمصدر هذه الوثائق قبل أن أتناول عرض هذه الصورة نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أكمل الحديث ترجمة اشتركوا في القناة 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 شكرا والد شيخنا الصدوق الشيخ الصدوق هو محمد ابن علي ابن الحسين والمعروف بابن بابويه القموي والد الشيخ الصدوق وقبل أن يولد الشيخ الصدوق والده كان من أجلة فقهاء الشيعة من أصحاب إمامنا الحسن العسكري يكفي أن أقرأ لكم ما جاء في مقدمة كتاب وجهه وجهه إمامنا الحسن العسكري إلى والد الشيخ الصدوق قبل ولادة الشيخ الصدوق هذا الكتاب وجه إلى ابن بابويه القمي في زمن في زمن الإمام الحسن العسكري أما الشيخ الصدوق فقد ولد في أخريات عصر الغيبة الصغرى أنا أقرأ عليكم من الجزء الرابع من كتاب روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات للميرزة محمد باقر الموسوي القوانساري الدار الإسلامي بيروت صفحة 265 رقم الترجمة 397 والد الشيخ الصدوق ابن بابويه القمي وهو علي ابن الحسين القمي فماذا جاء في الرسالة التي بعثها إمامنا الحسن العسكري إلى والد الشيخ الصدوق من جملة ما جاء فيها أما بعد أوصيك يا شيخ ومعتمدي وفقيه أبا الحسن علي ابن الحسين القمي وفقك الله لمرضاته وجعل من صلبك أولادا صالحين برحمته لم يكن قد رزق بالأولاد في الوقت الذي كتب الإمام الحسن العسكري إليه هذه الرسالة أعيد أعيد عليكم قراءة هذه الكلمات وأعتقد أن هذه الكلمات ليست بحاجة إلى شرح فهي دالة على نفسها بنفسها أما بعد أوصيك يا شيخ ومعتمدي وفقيه أبا الحسن علي بن الحسين القمي وفقك الله لمرضاته وجعل من صلبك أولادا صالحين برحمته هذا هو والد الشيخ الصدوق ولادة الشيخ الصدوق جاءت مصحوبة بدعائي فهذا دعاء لإمامنا الحسن العسكري ودعاء مباشر من الناحية المقدسة هذا هو كتاب الغيبة للشيخ الطوسي بنشورات الشركة الأعلم للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 207 بسنده حدثنا أبو جعفر محمد ابن علي الأسود قال سألني علي بن الحسين ابن موسى ابن بابوي بعد موتي محمد ابن عثمان العمري أن أسأل أبا القاسم الروحي أبا القاسم الروحي يعني الحسين ابن روح إنه بختي أن أسأل أبا القاسم الروحي أن يسأل مولانا صاحب الزمان أن يدعو أن يرزقه ولدا ذكر فوالد شخصة كان متزوجا من بنت عمه ولكنها لم تنجب له ولدا رغم المدة الطويلة التي مرت على زواجهما قال فسألته يعني محمد ابن علي الأسود نقل طلب ابن بابوي القمي إلى الحسين أبو الروح والحسين أبو الروح أوصل هذا الطلب إلى الإمام الحج قال فسألته فأنهى ذلك فأنهى ذلك يعني فأوصله إلى الإمام الحج إلى صاحب الزمان ثم أخبرني بعد ذلك بثلاثة أيام أنه قد دعا لعلي بن الحسين لعلي بن الحسين ابن بابوي فإنه سيولد له ولد مبارك ينفع الله به فكان الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق إذا حذفنا كتبه من المكتبة الشيعية فإننا قد حذفنا جانبا عظيما جدا من فكر أهل البيت حينئذ إذا ألقينا بكتبه جانبا هناك جانب كبير من ثقافة آل محمد جمعت في كتب الشيخ الصدوق رحمة الله عليه نحن لا نتفق مع الشيخ الصدوق في آرائه فهو بشر يخطئ ويصيب كما نحن نخطئ ونصيب لكن جهده العظيم الذي بذله في جمع حديث أهل البيت له من الفضل له من الفضل ومن الحق في أعناقنا ما لا نستطيع أن نؤدي شكره جزاؤه على إمام زمانه لا نستطيع أن نجازيه ننتقد آراءه الشخصية هذا شيء حينما تكون آراءه مخالفة لمنهج محمد وآل محمد بحسب ما نعتقد ننتقد آراءه أما فضله وحقه في أعناقنا فإننا لا نستطيع أن نؤدي شكره أبدا جزاؤه على الحجة ابن الحسن جهود مضنية وعظيمة جدا وفي فترة عصيبة جدا شيخ الصدوق جمع الكثير والكثير والكثير مع الكتب التي ضاعت من كتبه ولكن ما وصل إلينا فلقد وصل إلينا الكثير والكثير والكثير من حديث أهل البيت من طريق هذا الرجل وهذا هو تطبيق عملي لما قاله إمام زماننا بحسب هذه الرواية التي أقرأها عليكم من كتاب الغيبة لشيخ الطوسي ثم أخبرني الحسين أبو الروح يخبر محمدا ابن علي الأسود ثم أخبرني بعد ذلك بثلاثة أيام أنه صاحب الأمر قد دعا لعلي بن الحسين فإنه سيولد له ولد مبارك ينفع الله به وبعده أولاد أبو جعفر الأسود محمد بن علي الأسود يقول وسألته في أمر نفسي سأل الحسين بن روح أن يطلب من الإمام أن يرزق ولدا وسألته في أمر نفسي أن يدعو لي أن أرزق ولدا ذكرا فلم يجبني إليه وقال لي ليس إلى هذا سبيل ثم هو يقول فولد لعلي لعلي الحسين تلك السنة ابنه محمد بن علي يعني الصدوق وبعده أولاد ولم يولد لم يولد لمحمد بن علي الأسود الشيخ الشيخ الصدوق ولد بدعاء من إمامنا العسكري بالمجمل مثل ما جاء في الرسالة التي قرأتها عليكم من إمامنا العسكري موجهة إلى والد الشيخ الصدوق ومثل ما جاء كذلك في الدعاء المباشري كما حدثنا السفير الثالث الحسين ابن روح النوغتي شيخنا الصدوق ولد في مثل هذه الحاضنة والده من أصحاب إمامنا الحسن العسكري القريبين جدا من الإمام وكان فقيها مبرزا وعالما عميق العلم بين علمائكم كتبه وآثاره الباقية يعني كتب والد الشيخ الصدوق تدل على هذا المعنى بوضوح كان من رجال الغيبة ورجال الغيبة لا يبوحون بأسرارهم ولكن يطفح ما يطفح في بعض الأحيان لحكمة مثلما قرأت عليكم ما جاء في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي بخصوص ولادة الشيخ الصدوق والده من رجال الغيبة من المقربين من أئمتنا المعصومين الشيخ الصدوق ولد في قم حيث مجمع الأسرار قم كما سماها أهل البيت عش آل محمد من جملة دلالات هذه التسمية أنها مجمع للأسرار وبحسب الروايات قيل لها قم لأن أهلها يقومون مع القائم ففي قم هناك أسرار ورجال يمتون بصلة شديدة إلى الناحية المقدسة ومنذ زمن بعيد وهذا هو ابن بابوي واحد منهم أعني والد الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق نشأ في قم وفي أكناف رجال الغيبة الشريفة وتميز بالحفظ الشديد والنباهة والذكاء أكثر هذه الأحاديث التي ذكرها في كتبه كان يحفظها وكان يقول من أن هذا الحفظ وهذا التوفيق وهذا الجم لحديث النبي والعترة الطاهرة لأنني ولدت بدعاء صاحب الأمر وتلك حقيقة تلك حقيقة لا ينكرها إلا الذي يعاني من جهل أو من مرض نفسي أو من عاهة في عقله خصوصاً خصوصاً إذا طلع على كل المعطيات المقام لا يسع أن آتيكم بكل المصادر وبكل ما نقل في الكتب عن أحوال أبيه وعن أحواله وإنما أخذت لكم لقطة من هنا ولقطة من هناك أحاول أن أقرب الفكرة وأن أرسم هذه الصورة وهي الصورة الرابعة من صور الشاشة الثالثة أعني شاشة الأسرة ما يرتبط بهذا الكتاب أقرأ عليكم ما جاء في مقدمته وأنا أقرأ من الكتاب نفسه كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي صفحة 33 ماذا جاء في المقدمة فبين أنا ذات ليلة شيخ صدوق يتحدث عن نفسه فبين أنا ذات ليلة أفكر فيما خلفت ورائي من أهل وولد وأخوان ونعمة الشيخ صدوق قضى أكثر حياته في الأسفار بحثا عن حديث أهل البيت وهذا هو أفضل الجهاد هذا هو الجهاد الحقيقي هذا هو العمل الذي يغبط عليه الإنسان هذا هو العمل الذي يبيض وجه الإنسان في الدنيا والآخرة قضى أكثر حياته في مشقة وسفر وجد واجتهاد لجمع حديث محمد وأهل محمد وها نحن ها نحن نتنعم بهذا الجهد الجهيد الذي بذله رضوان الله تعالى عليه فهكذا يقول الشيخ الصدوق فبين أنا ذات ليلة أفكر فيما خلفت ورائي من أهل وولد وأخوان ونعمة إذ غلبني النوم فرأيت كأني بمكة أطوف حول بيت الله الحرام هذا في عالم الرؤية وأنا في الشوط السابع عند الحجر الأسوت أستلمه وأقبله وأقول أمانتي أديتها وهذا الدعاء يستحب أن يذكر حينما يصل الإنسان في طوافه إلى الحجر الأسود كي يقبله وكي يستلمه معروف هذا في مناسك الحج والطواف يقول يقول إذ غلبني النوم فرأيت كأني بمكة أطوف حول بيت الله الحرام وأنا في الشوط السابع من الطواف عند الحجر الأسود أستلمه وأقبله وأقول أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة باعتبار أن الروايات تقول من أن الحجر الأسود في صورته الملكوتية الحقيقية هو ملك من أعظم الملائكة وهو أول الملائكة الذين استجابوا لعهد الوفاء بولاية علي أكرمه الله أن صوره بهذه الصورة التي تتناسب مع هذه البنية كي يشهد على الذين يأتون إلى هذا البيت كي يشهد عليهم بالوفاء قطعا للأوفياء منهم بالوفاء بعهد الولاية لعلي ولذلك هكذا نخاطبه حينما نطوف أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة يا أيها الملك العظيم الذي هو أول من لبى وفيا لعهد الولاية العلوية لكنه في عالم التراب والطبيعة تصور بهذه الصورة المناسبة لهذه البنية وهذه الأحجار الشيخ الصدوق يقول فأرى مولانا القائمة صاحب الزمان صلوات الله عليه واقفا بباب الكعبة فأدنوا منه على شغل قلب وتقسم فكر فعلم ما في نفسي بتفرسه في وجهي فسلمت عليه فرد علي السلام ثم قال لي لما لا تصنف كتابا في الغيبة حتى تكفى ما قد همك اكتب في الغيبة ألف في هذا الموضوع وسيدفع وسيدفع عنك همك فقلت له يا ابن رسول الله قد صنفت في الغيبة أشياء الشيخ الصدوق له عدة مؤلفات في الغيبة ذكرت في كتب التراجم في فهارس الكتب لم تصل إلينا كلها له كتاب ذكر في فهارس الكتب كتاب عنوانه هكذا رسالة في الغيبة إلى أهل الري والمقيمين فيها وغيرهم هذه الرسالة لم نراها لكنها ذكرت في فهارس الكتب رسالة في الغيبة إلى أهل الري والمقيمين فيها وغيرهم له كتاب عنوانه علامات آخر الزمان بالنسبة لي لم أطلع على هذا الكتاب ولا أعتقد أنه موجود على حد علمي علامات آخر الزمان له كتاب عنوانه الغيبة معروف بغيبة الصدق هذا الكتاب موجود غيبة الصدق وله كتاب آخر ليس كبيرا عنوانه المقنع في الغيبة المقنع في الغيبة ذكر في بعض الكتب والتراجم والبعض يقول هو نفسه كتاب الغيبة على أي حال هناك كتابات للشيخ الصدوق البعض منها وصل البعض منها لم يصل إلينا ولكنها ليست بأهمية هذا الكتاب كمال الدين وتمام النعم ثم قال لي في عالم الرؤية وهو يرى إمام زماننا لم لا تصنف كتابا في الغيبة حتى تكفى ما قد همك فقلت له يا ابن رسول الله قد صنفت في الغيبة أشياء مجموعة من المصنفات والمؤلفات فقال عليه السلام ليس على ذلك السبيل آمرك أن تصنف الآن كتابا في الغيبة واذكر فيه غيبات الأنبياء فالإمام قال له أنا لا أطلب منك أن تؤلف كتابا على نفس الطريقة السابقة ولكن ألف كتابا بطريقة أخرى واذكر فيه غيبات الأنبياء فقال عليه السلام ليس على ذلك السبيل آمرك أن تصنف الآن كتابا في الغيبة واذكر فيه غيبات الأنبياء وفعلا الشيخ الصدوق ذكر في هذا الكتاب غيبات الأنبياء وإن لم يكن قد طول فيها كثيرا الذي أفهمه من كلام إمام زماننا أن الإمام يريد الحديث عن غيبات الأنبياء بشكل موسع الشيخ الصدوق أورد الروايات لكنه لم يتوسع كثيرا في هذا الموضوع هذا هو الذي فهمه يقول شيخنا الصدوق صفحة 34 ثم مضى صلوات الله عليه في عالم المنا فانتبهت فزعا إلى الدعاء والبكاء والبث والشكوى إلى وقت طلوع الفجر فلما أصبحت ابتدأت في تأليف هذا الكتاب ممتثلا لأمر ولي الله وحجته هذه رؤية وهي رؤية صادقة لا يوجد ما يكذب هذه الرؤية وأدل دليل على صدقها أهمية هذا الكتاب في موضوعه هذا الكتاب من أهم كتب الشيخ الصدوق ومن أهم الكتب التي كتبت في موضوعها كتاب جليل في موضوعه وفي غايته وفي مرامه فلما أصبحت شخص صدوق يقول ابتدأت في تأليف هذا الكتاب ممتثلا لأمر ولي الله وحجته مستعينا بالله ومتوكلا عليه ومستغفرا من التقصير وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وبعد ذلك يدخل الشيخ الصدوق في تفاصيل الكتاب الحالة النفسية للشيخ الصدوق وهو يؤلف هذا الكتاب بحسب هذه الكلمات يعتقد من أن الإمام الحجة قد أمره بذلك هو يقول أمتثل أمره هذا هو الشيخ الصدوق هذا هو الرجل الذي ولد بدعاء الإمام الحجة وهذا هو الذي عاش في أكناف رجال الغيبة ورجال الناحية المقدسة هذا ابن قم وهذا المحدث الذي تميز بجمع الأحاديث وبحفظها وتبويبها وتصنيفها وكتبه دالة شاهدة على ذلك ها هو يرى إمام زمانه في منامه هو يصدق هذه الرؤية ويمتثل للأمر ويؤلف هذا الكتاب ما الذي يتوقع من الشيخ الصدوق مع المؤهلات العلمية التي ترتبط بحديث أهل البيت ومع التربية الأسرية ومع أجواء الشيعة آنذاك وخصوصا وهو يتحدث في مقدمة الكتاب عن أجواء الحيرة فيما يرتبط بموضوع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ها هو يمتثل أمر إمام زمانه فهل نتوقع من الشيخ الصدوق أن يأتينا بالأساطير كما يصفون حديث السيدة نرجس هل يذهب باحثا عن الأساطير وهو يمتثل أمر إمام زمانه وهو المحدث الذي يجمع مصادر الحديث وهو ابن قم وهو ابن الناحية المقدسة المولود بدعائها هل يذهب بحثا عن الأساطير والخرافات مثل ما يقول الذين يقولون عن الروايات والأحاديث التي أوردها خصوصا الوثائق الثلاثة وثيقة السيدة نرجس وثيقة الزواج وثيقة السيدة حكيمة وثيقة الولادة وثيقة سعد الأشعري القموي حكاية سعد الأشعري القموي حكاية ينقلها الشيخ الصدوق في طوايا كتابه فسعد قموي وهو من وجوه القمويين والصدوق قمي وهو من وجوه القمويين أيضا وأبوه من رجال الناحية المقدسة وحين نتتبع العلاقة بين الشيخ الصدوق وأبيه فإننا نجد أن والد الشيخ الصدوق لم يخفي سرا عن ولده بإمكاني أن أتناول كل هذه التفاصيل وأن أعرض كل هذه المطالب مستدلا بصغائر الأمور وكبائرها لكنني لا أريد أن أفعل ذلك فإن البرنامج ليس للبحث في حياتي والد الشيخ الصدوق أو في حياة الشيخ الصدوق وإنما أمر على أحوالهما مرورا إجماليا لأجل أن أعطيكم صورا يكمل بعضها بعضا نحن الآن في إطار الشاشة الثالثة الصورة الأولى وثيقة السيدة نرجس وحكايتها منذ أن كانت في قصر جدها القيصر حتى وصلت إلى بيت إمامنا الحسن العسكري الوثيقة الثانية وثيقة السيدة حكيمة تحدثنا عن علاقتها بالسيدة نرجس تحدثنا عن ولادة إمامنا والتفاصيل التي ارتبطت بمراسم ولادته إن كان ذلك في عالم الشهادة أو كان ذلك في عالم الغيب إلى أن حدثتنا عن نيابتها الواضحة عن نيابتها الواضحة في أوائل زمان غيبة إمام زماننا قبل أن ينصب الإمام الحجة نوابه الخاصين بشكل رسمي واضح في بغداد فإن السيدة حين تتحدث كانت تتحدث وهي في سامراء حين كانت تنوب عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ثم انتقل الحديث إلى تفاصيل حكاية سعد الأشعر القم بجانب هذه الصور وضعت لكم صورة رابعة تعريف مجمل بكتاب كمال الدين وتمام النعمة مصدر هذه الوثائق وتعريف مجمل بحال الشيخ الصدوق الذي صنف هذا الكتاب امتثالا لأمر إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه الصورة الخامسة تأتينا غدا إن شاء الله تعالى هناك صورة خامسة وهناك صورة سادسة باكتمال هذه الصور تكتمل الشاشة الثالثة ورجائي أن تصبروا معي أن تصبروا معي حتى يكتمل الحديث في صور هذه الشاشة وتستنتج صورة لمعطيات هذه الشاشة وبعد ذلك رجائي أن تصبروا علي حتى أكمل حديثي في بقية الشاشات التي سأفتحها بين أيديكم وقت الحلقة انتهى أترككم في رعاية القمر أسألكم الدعاء جميعا نلتقي غدا على مودة القائم وأم القائم في أمان الله ظلت أيام والقائم ترفل ضلت أيام والمهدي صفح سواك ويضل أي من تظر الإنسانية تبد الثورة العديا من تظر الإنسانية تبد الثورة وين بديار الشام بديار الشام بديار الظلت أيام ظلت أيام والقائم من قائم بديار الشام ظلت أيام والمهدي صد ساب ده ويا صد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر